اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية جدا بنقدم بعض اللعيب المصريين زول الجنسية المزدوجة اللي بلعبوا في أوروبا كلهم ولاد صغيرين عرضنا على حضراتكم دلوقتي أكتر من يمكن عشر لعبين النهاردة كمان عندنا نموذج تاني علي نادر علي نادر ده مصري إيطالي طبعا من أكاديمات كالياري الإيطالية نموذج أيضا لعيب صغير عند 22 سنة بلعب باك شمال ودايما بنقدم هذين النماذج لعله وعسى دايما بقول وحقول دايما أن ممكن جدا خلال الفترات القادمة يكون منتخب مصر عنده أكتر من لعب زوج جنسية مزدوجة احنا ما بنخترعش لكن على مستوى المنتخبات الكبيرة زي المنتخب الجزائري المنتخب المغربي المنتخب السنغالي كل دول اهتموا بالملف دوت وبدأوا يضموا لعبين مزدوج الجنسية بلعبوا في دوريات من سن صغيرة يعني احنا فقدنا مثلا استفان شعراوي كان فيه محاولات لكن هو اختار الدوري الإيطالي ولكن من خلال المحترف قدمنا لحضراتكوا لسه هنقدم نماذج كثيرة جدا لولاد بلعبوا في الدوريات الأوروبية يمكن في مستويات قليلة ولكن عنده الإمكانية أنه ممكن جدا يشارك مع المنتخب المصري بالصدفة دخلنا ولاقينا عمر مرموش اللي بقدم مستويات رائعة كان بالصدفة مش عايزين الصدفة تلعب دور كبير عايزين يبقى الأمور ماشية بشكل مخطط أكتر في الاتحاد المصري القدم على مستوى المنتخبات عايزين اهتمام كبير جدا بهولاء النجوم اللي بلعبوا برا سنهم صغير قدمنا بلعبوا في منتخبات زي منتخبات ألمانيا والدنماركو وإيطاليا يعني النماذج كلها تستحق أنها تكون موجودة في منتخبات بلدنا على مستوى الشباب على مستوى المنتخب الأولمبي وكون دا يمكن حصيلة مهمة جدا لمنتخبنا الأول اللي احنا بنعاني كثيرا جدا عدد قلة اللعيبة المحترفة يعني خلاص العدد بدأ بيقل بشكل أو بآخر فده ملف مهم جدا بنقدمه المحترف من خلال طبعا شاشة قناة النادي الأهل نشوف علي نادر نموذج آخر لعب مصري إيطالي يلعب من خارجي أكاديمية كالياري نشوف ونرجع مع أدراك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بنقدم لحضراتكم نموذج آخر ممكن بعض الناس تقولك بلعب في جبل طارق لكن هو طبعا خلي بالكو أنه في جبل طارق فيه أكاديميات كبيرة جدا على مستوى أكاديميات زي الأكاديميات الأسبانية زل جادو طبعا لعب السابق لمنتخب أسبانيا عنده أكاديميات هناك لتفريغ اللاعبين المميزين لأوروبا لعب صغير عند 22 سنة وزي ما شفت لحضراتكم يمكن القيمة التسوقية بتتكلم في 35 ألف يورو ده رقم قليل جدا ولكن الأرقام دي بتزيد بشكل كبير جدا مع احتراف اللاعب بشكل كبير على سبيل المثال زي ما تكلمنا عمر مرموش قيمة التسوقية بتاعته ده عشر أضعاف من وجوده في البوندزليجا فملفهم هم جدا نهتم بيه وإن شاء الله بإذن الله المحترف في شاشة قناة النادي الأهلي دايما بتقدم خدمة على مستوى المنتخبات إن شاء الله نستفيد منها محمد معلش خرجنا بره لقصتنا لكن مهم جدا الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها بنقدم من خلال المحترف نمازج لعيبة مصرية مزدوجة الجنسية ممكن يكون يتولد في إيطاليا يتولد في ألمانيا يتولد في حيطة ولكن عنده الجنسية المصرية ممكن جدا نستفيد من دوات أخذ رأيك سريعا قبل ما نخش في ملفاتنا النهار ملف مهم جدا 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 فعلا ناس كتيرة ما تعرفش إن فيه أكتر من لاعب في ألمانيا على سبيل المثال وبيحملوا إشارة الكابتن للمنتخب الألماني في سن 17 سنة يو 17 و 18 قطاعات النشئين مصريين الجنسية أو يحملوا جنسية مزدوجة ملف مهم جدا أنا يعني يا كابتن هاني اسمح لأن أنا حي حضرتك وبرنامج المحترف فعلا لإبراز المواهب ديت والجنسيات الناس المصريين بلعبوا في الدوريات الكبرى في إيطاليا وألمانيا والتيشيك وهولندا وفي أسماء كبيرة جدا وأنا عارف أن فيه بلان محاضرتك كل حلقة بتظهروا بعض الأسماء طبعا يعني لو حطينا لعيننا على الأسماء دي من بدري وبدأت أن هي نضمها للمنتخبات بتاعتنا سواء كان مش شرط الفريق الأول منتخب الشباب منتخب الأولمبي اللي قادم عندنا يعني منتخب اتأخرنا شوية في قدوم المدير الفني وبالتالي لازم ندعم بشكل كويس وارد جدا على الهل 2-3 لعيبة ممكن يشاركوا مع المنتخب الأولمبي طبعا وشفنا في بطولة أمم أفريكا الأخيرة أن معظم الفرق يعني كانت تصنيف ثالث ورابع وفرق أسماء ما كانتش ظاهرة زي جزر الكمر وأسماء كتير جدا ليه هي أبرزت كده مواهب ونتائج رائعة وكانت منافس وعنيت جدا للفرق الكبيرة لأن معظم قوامها الأساسة كابتن هاني محترفين بره في الدرجة التانية درجة الثالثة ودرجة الرابعة في أوروبا في أندية كبيرة جدا حتى في فرنسا خلينا نتكلم بكل أمانة دايما نتتكلم دايما نتكلم سوبرت البلدنا ودورينا لكن الدور المصري مازال لا يفرز لعب دولي على مستوى عالي احنا بنتكلم بكل أمانة suggesting الدور المصري بنحاول نحن سوبرت لي ونقويم Rather هل الدور المصري هيفرز لعيبة على مستوى عالي هل المدربين اللجوم المدربين الأجانب اللجوم ويمكن قالوا بعض النقاط المهمة جدا قالك ما زال اللعيب المصري في الدور المصري ما عندوش الأساسيات نفسها لتكوين لاعب دولي بمستوى عالي. طب احنا بنقدم من خلال المحترف ولاد صغيرين. احنا قدمنا ولاد عندهم 17 و 16 سنة لغاية 22 سنة. دنوا عندهم البيزيك اللي بيتكلموا عليه. عندهم الأساسيات وبالتالي دي هيكون مكسب كبير جدا لمنتخب مصر في المستقبل. بصوا دايما لقدام. حيجي منتخب الشباب. حيلعب وحيطلع على المنتخب اللومبي حيكون داعم للمنتخب الأول. وزي ما بقول عمر مرموش أكبر دليل إنه جي بالصدفة. يعني جي كيروش أعتقد. قالك طب احنا عايزين نشوف كمان اللعيب المصري ده اللي بيلعب في ألمانيا. هاتوا معنا المعسكر لعب أول مباراة أمام ليبيا أحرز هدف. وبقى عنصر مهم منتخبنا القاومي. طبعا طبعا وجوده مهم جدا بيشارك بشكل كبير جدا تحركاته ممتازة جدا عنده بعض يعني الكرارات شوية محتاج نوعي يشتغل عليها غير كده تحركات رائعة جدا يعني هو مصنف من أفضل خمسة في المراوغات الصحيحة في ألمانيا في البونس ليجا في الموسم الأخير. يعني تخيل كابتنانيا ما يكون اسم مصري برضو موجود بيلست من ناحية الأرقام والإحصائيات والمراوغات بيلعب دول كبير جدا شفناه عمر مرموش واعتقد كمان نوعي بليه أدوار لفترة الجاية كابتناني في النواة يكون انسايدر ويخش جوه ويكبر المهاجب مكسب وزي ما بقول المنتخب السنغالي تقريبا كله يعني أكثر من خمسين سبعين تمانين في المية كله كان بيلعب أو مجنس أو عنده جنسية مختلفة بيتكلم على حتى الدور الفرنسي على المنتخب الفرنسي. بيتكلم على منتخبات كبيرة منتخب الجزائري منتخب تونس منتخب المغرب كلهم عندهم شغف للناس اللي بتشتغل بره بشكل سليم حنستمر في الملف دوت وكمان يعني يسعدنا أنك كمان تشارك معنا في الملف ده محمد لكن خلينا نخش على يعني دوري الأمم الأوروبية وصل خلاص لنهاية دور المجموعات خلاص انتهى شايف البطولة دي ازاي وشايف الأربعة اللي وصلوا للمربع الزهبي يستحقوا أم كان هناك بعض المفاجئات في هذه البطولة هو أنا شايف بطولة بطولة أصبحت قوية جدا يعني بغض النظر عن هي ودية أو تحضيرية للكاس العالم أو المباريات الرسمية ولكن أصبحت بطولة من ناحية التسوقية من ناحية التكتيكية والفنية لأن شفنا مواجهاتها كابتناني بين فرق كبيرة جدا شفنا مجموعات نارية لما يبقى فيه إيطاليا وإنجلترا وألمانيا في مجموعات فعلا يعني زي ما بيقول كده الموضوع جاي عالجاهز تعال باللعب فرق كبيرة بنحتاج بلعبها من جميع الدوريات الأوروبية بنعلم بمستوى فرقتنا بنحضر لكاس العالم عارفين احنا نعمل ايه في كاس العالم لأ بطولة مهمة جدا 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 أبرز اللي أنا شفته أبرز منتخب شفته في الجولة قبل ما أرصد معاك أبرز المنتخبات والمفاجآت وفيه منتخبات زي أنت بتقول فيه يعني عملت نتائج أكتر من رائعة رغم أنها مش من الليفل ون كمان فيه منتخبات الليفل ون عملت نتائج مخيبة للأمال لكن معنا تأرير عن وصول يعني بسموم ما بين قصين المربع الزهبي الناري لدور أمم أوروبا نشوفه نرجع مع حضرتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعدما حقق الفوز في خمس مباريات وتعادل في مباراة واحدة حاصدا ست عشرة نقطة ومتأهلا بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني منتخب بلجيكا القوي والمليء بكوكبة من نجوم العالم زي ما بقول لحضرتكم يمكن المربع الزهبي مربع فعلا ناري ولكن هناك بعض المفاجآت بنتكلم ويمكن كانت الجولة الأخيرة حسمت حسمت الأمور بشكل دروماتيكي يعني على مستوى كمان بتتكلم على مستوى منتخب البرتغال كان يكفي التعادل الخسر يمكن في الدائق الأخيرة من منتخب أسبانيا اللي يمكن في حلقات سابقهم المحترف قلنا المنتخب الأسباني يمكن مفصل سنوات طويلة جدا جدا على منتخب البرتغال على أرضه لكن بيحاق طبعا نتيجة جيدة ويقفز المنتخب الأسباني إلى المربع الزهبي منتخبات انت شايف لأربع منتخبات يستحقوا الوصول لهذا المربع الزهبي في بعض المنتخبات المخيبة للأمال عايزة أبدأ معك مع ألمانيا وخاصة أنت راجل عشت في ألمانيا كتير جدا ومتابع للقرى الألمانية شايف ازاي المنتخب الألماني في وعدم تأهوله للمربع الزهبي هل في بعض المشاكل على مستوى الإدارة الفنية هل بعض اللاعبين عندهم بعض المشاكل في المنتخب الألماني شوف كابتن هاني هو في ألمانيا باير ميونيخ لما يكون سيء منتخب ألمانيا بيكون زي الأهل في مصر الأهل في مصر سيء إذن هتلاقي كرة في مصرية أو منتخب مصر لأن معظم قوام الفريق بتكون من باير ميونيخ وبتكون من نادي الأهلي وهما الأساسيين الأضلاع الأساسية في المنتخب أو في الفريق فإحنا حضرتك وقلت في الإنترو أن باير ميونيخ بيعاني الفترة الحالية مع ناجل سمان في طبعا مبريات كثيرة جدا أكثر من 3 أو 4 تعادل الخسارة مع من أوجس بورد بالتالي بتعجس على منتخب ألمانيا منتخب ألمانيا مع هانزي فليك بيعاني مشاكل كبيرة جدا ولكن خلينا نقول أن منتخب ألمانيا دايما في المباريات الودية ويعتبرها ودية يعني البطولة الأمور الأربية يعني كنا بنقول أنها دلوقتي أصبحت قوية ولكن بهم شوية ممكن نقول شوية استعدادات تحضيرات عندهم مشاكل كبيرة جدا تكتيكية خصوصا أنه بيعتمد على 4-2-3-1 بيعتمد على الأزهرة في هوفمان وفي روم في الشمال وهوفمان في اليمين المشكلة الكبيرة أنه هما في التغطية العكسية دايما بيواجهوا المشاكل ديت يعني شوفنا أمام إنجلترا لما تكون فايز 2-0 وبعد كده يعني كامباك من إنجلترا 2-2 و3-2 لإنجلترا هما تتعادل في آخر دقائق المباراة عشان تضمن نقطة لا منتخب ألمانيا بيعاني بشكل كبير جدا عايز أقول لحضرتك أن فيه تصراحات كبيرة جدا الجمهور في ألمانيا بيقول لا يعني أنتو لو هتروحوا كاس العالم بالشكل لا ما تروحوش يعني يخليكم في ألمانيا أفضلكم يعني إحنا مش عايزين نقرر السيناريو نخرج بأمام كوريا اللي حصل في 2018 لا ألمانيا لازم تكون موجودة وموجودة بشكل كبير جدا ما راح متقدمة على ألف المربع الزهبي ألمانيا دي تالت مرة إخفاق لها في دوري الأمم الأوروبية منذ صدور البطولة يعني تلت مرات وراء بعض إخفاق خروج من دوري من دور المجموعات ده كارثة كبيرة جدا للمتاخب الألماني لأن البطولة أصبحت قوية عليها العين أصبحت من ناحية تسوقية من ناحية تحضرية لكاس العالم أنت جاي قبل كاس العالم بأقل من شهرين أو شهر ونص لازم تستغل الفرصة أن أنت تكون فريق كويس ألمانيا دلوقتي بيطمن شوية هانزي فليك وجود اللعب فلوريان فيرتس فلوريان فيرتس ده بلعب باير ليفر كوزن لعيب كبير جدا أنا كابتن هانيا عنده الفينيشينج كويس جدا بيعرف في راوغ ويخش في المساحات الضيقية لو تتكلم على السكواد بتاع المنتخب الألماني أنت ما عندكش مشكلة في مركز يعني ما تقدش تقول أنا عندي مشكلة في مركز معين لكن زي ما بتتكلم ممكن تكون الشكل التخطيتي طريقة اللعبة مختلفة شوية بتسبب بعض المشاكل ولكن دايما محمد أنت متابع ده دايما ألمانيا في المباراة ما بين كوسين مباراة الودية شوية صحيح ما بتظهرش بالقوة لكن على مستوى المنافسات الرسمية بتوصل لأبعض نقطة يعني بجانب طبعا كاس العام 2018 رحيح أنا واصف جدا في هانزي فليك أنه هو بيعيد حساباته هو بيطلع في تصرحات واعترف ببعض الأخطاء التكتيكية على المستوى الهيكل التكتيكي للفريق فعلا بيستعد استعداد كامل جدا دلوقتي بأنه يدعم الفريق يعني خاصة طبعا احنا عارفين أن ماركو رويس إصابة خطيرة جدا وده من أهم المهاجمين يعني مهاجم بروسيا دورتموند كان نفسه أنه هو يشارك في البطولة وفي كاس العالم القادم من أهم اللاعبين في الفينيشينج وفي إحراز الأهداف زي ما حضرتك قلت بزرط بقى المونخ بيعاني من وجود عدم وجود مهاجم صريح يعني إحراز فرص كتير طبعا ساوز جيت ساوز جيت طبعا المدير الفني المنتخب الإنجليزي تعليق على بعض الانتقادات الكثيرة جدا جدا النتائج برضو مخيبة للأمال لمنتخب إنجلترا في هذه البطولة زي ما أنت بتقول حينعكس هذا الأداء على إنجلترا في كاس العالم أم ساوز جيت هيتجنب الأخطاء بشكل أو بآخر تقييمك إيه لطبعا المنتخب الإنجليزي قبل زي ما أنت بتقول تقريبا شهر ونص من كاس العالم أنا شايف أن احتمال كبير جدا كابتن هاني يكون تخل في الصورة لوجوده مع المنتخب الإنجليزي في كاس العالم في كاس العالم يقال يعني فيه طبعا هتكون صعبة كبير جدا للمرحلة المراحل التحضيرية والوقت دايق جدا ولكن فيه كلام كبير جدا أن التخل وتحطي اسمه فعلا أنه هو يكون بديل للمدرب الحالي لإنجلترا طبعا ويقود الفريق فيه كلام لإما باير ميونيخ لإما طبعا منتخب إنجلترا بشكل كبير جدا لفترة الأخيرة فيه مشاكل كبيرة جدا طبعا في المنتخب الإنجليزي أهمها طبعا الفينشينج تكلم عندك هايكين لعب من أهم اللاعبين حتى في البطولات السابقة كان هو دايما بيبهدى في البطولة على الرغم من إنجلترا بتخرج من دور المجموعات أنا شايف إن إنجلترا وألمانيا أعتقد حيوجد حساباتهم بشكل كبير جدا حيكونوا متواجدين في الأدوار المتقدمة في كاس العالم يا كابتن هيني لإن خروجهم المبكر في دور المجموعات في دور الأمم الأوروبية ده جرس إنذار عندهم إمكانيات كبيرة جدا لعبة أسماء كبيرة جدا شوفنا ساكة حتى في الهجمات المرتدة والسريعة بيعمل إيه مشكلته في الفينشينج حتى مع الأرسنل يعني هما لعبة نفس ألمانيا عندهم لعبة كبيرة جدا قوالتي عالي جدا وعندك سوال رائع ولكن النتائج مخيبة الأمم قبل ما نروح لفاصل أسألك على يمكن في التعرير رأيك إيه في كريستان ورونالدو في نهاية المباراة أمام منتخب الأسباني وألع شرط الكابتنة ورماها في الأرض كان مستق جدا يمكن من نتيجة المباراة تعليقك إيه على كريستان ورونالدو وأماله مع المنتخب البرتغالي أولا مش دي المرة الأولى لكريستان ورونالدو أمام سربيا كان عنده هدف صريح وصحيح تم إلغاؤه على شرط الكابتن ورماها وبالمناسبة داخلت مزاد وكيز جابت تقريبا 64 ألف يورو وتم استخدام الأموال دي في علاج حالة إنسانية التصرف كريستان ورونالدو هذه المرة لا التصرف طبعا أصار غضب الجمهور البرتغالي خاصة أنت خلاص يعني تقريبا كاس العالم هي آخر فرصة لرونالدو وميتش تغير بقى خلاص بعدين يعني أنت أعتقد عدم وجود كريستان ورونالدو في الشامبينس ليج مع طبعا ماني يونايتد وكان عنده أمال وطموحات أنه يكمل المسيرة الرقمية والإحصايات أنه يكمل يعني فيها ولكن الفرصة الأخيرة كانت هي كاس العالم بس أقول لك أبتن هاني سريعا إن البرتغال فعلا أضاع فرصة زهبية إنه كان ممكن هو الأقرب يعني كان تعادل يكفي يعني تعادل أو فوز ولكن في الديهة 88 يخسر أمام أسبانيا بشكل بصراحة يعني يعني عاز أقول حضرتك يعني سانتوس المدرب البرتغالي أضاع جيل الزهبي من وجهة نظري يعني معاه بيمتلك قوالتي وجيل زهبي بنتكلم فرنالدو بنتكلم في جوتا الناس بتتكلم السكواد بتاع المنتخب البرتغالي ده أفضل سكواد جيه في تاريخ المنتخب البرتغالي فإنك تخرج بهذا الشكل على أرضك في نهاية المباراة فكانت شيء كارسي خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع مع حضراتكم وحديث رائع مع نجمنا محمد الباز أهلا سهلا بحضراتكم وكنا بنتكلم قبل الفاصل على طبعا مباراة أسبانيا والبرتغالي أو البرتغال وأسبانيا وأسبانيا بتغطف بطاقة تتأهل لنصف النهائي في دور الأمم أوروبا في الداية الأخيرة وغضب طبعا كريستانو رونالدو على الجانب الآخر كمان المنتخب الإيطالي بيصل إلى نصف النهائي بعد مبراءة رائعة مع الحصان الأسود لمجموعة عظيمة جدا بتضم إيطاليا وألمانيا وإنجلترا بجانب المجر ويفوز على المجر ويتأهل لنصف النهائي برضو مهم جدا جدا المنتخب الإيطالي وعودته سريعا ويفوزه الكبير على منتخب كان مصنف أنه هو هيكون حصات المجموعة ما بين قصين ولكن المنتخب المجري بيقدم مباريات رائعة وبيعتالي المجموعة حتى طبعا الهزيمة أمام منتخب إيطالي صحيح فري المجر فرق نقطة واحدة هو كان والتاني وكان أقرب برضو أنه يتصدر المجموعة ويصعد للمربع الزهبي ولكن كابتن هاني المجر عمل مباريات قوية جدا يعني شفنا المجر أمام ألمانيا في المباريتين مباراة عادل واحد واحد وفاز على ألمانيا واحد صحيح المجر الإيطالية قدرت أن هي تكسر الحصان الأسود كما حدرتك قلت كده بسبب التواغل بسبب أن هم عرفوا يلعبوا بالاختراك الدفاعي الصلب اللي كانت دايما فري المجر بيوقف اللعيبة وراء بتكتلات دفعية بلوك كبير جدا ألمانيا ما قدرتش تعمل دوت إيطاليا قدرت تعمل ده عودة كبيرة جدا لإيطاليا وجودة طبعا في المربع الزهبي رغم عدم وجودة في كاس العالم وده ما كنت أقول لك يمكن كان الحوافز كبيرة جدا للمنتخب الإيطالي معظم الفرق زي إنجلترا ألمانيا وفرنسا ممكن تكون المباريات استعداد لكاس العالم لكن على مستوى المنتخب الإيطالي ما راحش كاس العالم المرة التانية التوالي كارثة كبيرة كانت في إيطاليا لكن كان لازم جدا يتعامل مع هذه المباريات بجدية ومنشيني بيحضل لمستقبل وعنده بلان وعنده مشروع للمنتخب الإيطالي طبعا بطل أوروبا إنه هو يخفق إنه هو يصل لكاس العالم هذه المرة كان مباراة قوية جدا أمام المجر أنا بحي فري المجر جدا فرق نقطة واحدة وإنه هو كان فعلا أقرب زي ما قلت حضرتك قلت إنه فيه مفاجآت كبيرة جدا المفاجآت كبيرة هي وجود الفريزة المجر إنه هو يستحق طبعا إنه هو يواصل ويوصل المربع الزهبي كان أفضل بكتير من إيطاليا ولكن زي ما قلنا إيطاليا تميزت عن ألمانيا في الفوز على المجر إنه فهمت إزاي تتعامل مع التكتلات الدفاعية دي بشكل أفضل من ألمانيا المجر زي ما قلنا فازت على ألمانيا وتعادلت معها في المبراتين ده يعني إنجاز عظيم جدا في هذه المباراة كابتن هاني بفرصة كبيرة جدا وجود إيطاليا مرة أخرى في المربع الزهبي والمنافسة إنها حتى إن شاء الله تقدص لنهاية لأن إيطاليا لها جمهور كبير جدا في العالم كله بيحب إيطاليا والدوري الإيطالي بالشك طبعا الناس كمان زعلان على عدم وجود إيطاليا في كاس العالم للمرة الثانية لأن دايما إيطاليا يعني مهما كان إيطاليا من المتحبات العظمى على مستوى العالم طيب نروح على مستوى مباراة النمسا وطبعا وكرواتيا تلاتة واحد لكرواتيا دور مودريتش اللي بتكلم عليه بشكل أكثر من رائع لعيب يعني لعيب على مستوى عالي جدا على مستوى على مستوى الالتزام على مستوى اليقع على مستوى خدمته سواء لمنتخب بلاده أو حتى لريا المدريد شوفت المباراة زي وخاصة دور مودريتش مع المنتخب الكرواتي مودريتش بيلعب دور كبير جدا زي ما بنشوفه مع ريال مدريد بيلعب مع كرواتيا بالروح يعني بالعزيمة عنده عزيمة كبيرة جدا شوفناه هو أحسن لعب في كاس العالم الأخيرة كابتن هاي مع كرواتيا طبعا وكان صعد هي الوصيف في كاس العالم 2018 فنتكلم على فريق قوي جدا مودريتش بيلعب دور كبير جدا شوفنا حتى الهدف الأول إزاي تحركات وإزاي السكانينج بيعمله وإزاي أنه هو بيقدر أنه يساعد الفريق في التدرج بالكورة من تحت الأدام بسرعة جدا في التحولات كابتن هاي بيقدر أنه هو يخلق مساحات لأنه معظم اللعبة في المنافسين دايما عن يوم على لوكا مودريتش احنا شوفنا بساطه بوش رجله بيعمل حاجات إعجازية في الملعب يمكن أنت قبل الهوى أنت محضر حاجة طبعا مشاهدي المحترف على الأداء التكتيكي لمودريتش خاصة لأنه بيقدم مستويات أكثر مريع سواء مع ريال مدريد أو مع طبعا فريق كرواتيا زي ما أنت بتقول عنده فيجن وعنده رؤية وعنده تفتكر هل ممكن جدا كرواتيا تعيد أمجاد 2018 ولا الأمور اختلفت كثيرا من العام القادمية ده أنا أعتقد هتعيد هي وبلجيكا وحيباليهم دور كبير جدا وإن هما يواصلوا حتى السربيا وأنا أعتقد أن فيها هيكون فيه نفس المفاجآت اللي شفناها بوجود المجر والدنمارك وأن هما بيوصلوا المراحل أو بيكونوا منافس عنيدة أمام الفرق الكبيرة أنا أعتقد أيضا في كاس العالم وهيصيب كاس العالم 2018 أعتقد أنها هتواصل يعني في البطولة الحالية أربعة فوز أربعة فوز مع وجود فرق كبيرة أيضا النمسا والدنمارك فرق أيضا عنيدة يعني فرق كبيرة وعنيدة في نفس الوقت فبتوقف أي منافس كبيرة أو اسم تبي طيب عايزين نشوف ترتيب الأربعة مجمعات الأولى واللي وصل للدور قبل النهاية من خلال الجدول هنشوفه مع حضراتكم زي ما أنت بتقول محمد كرواتيا القادرة وزي ما أنت بتقول يعني احنا طبعا دي المجموعة الأولى التصدر كرواتيا والوصول لطبعا النصف النهائي ب13 نقطة الدنمارك فرنسا النمسا هاخد من المجموعة دي وأتكلم على سريعا على الدنمارك وفرنسا خيبة أمل كبيرة جدا للمنتخب الفرنسي حامل لقب العالمي والدنمارك الفريق المميز القوي جدا تقول إيه محمد على الدنمارك وفرنسا الدنمارك زي ما قلنا هو حصان اسود زي زي المجر فريق قوي جدا وكان يستحق أنه هو يواصل وكنا نتمنى نشوفه في المربع الزهبي أما فرنسا هي بطلة هي آخر حامل لقب الدور الأمم الأوروبية الأخير فرنسا كان طبعا على حساب أسبانيا كانوا في النهاية أيضا فرنسا طبعا فريق قوي وبطل العالم فإحنا بنتظر بس فيه ألأ يعني فيه برضو زي ما بنتكلم كده على بعض الأجواء للمنتخب الألماني المنتخب الإنجليزي نفس الألأ موجود ديشام المدير الفني للمنتخب الفرنسي قد تكون كاس العالم هي النسخة الأخيرة ليه كمدير فني للمنتخب كاس العالم ويكون زين الدين زيدان هو المدير الفني الجديد للمنتخب الفرنسي أنا أعتقد أعتقد الفترة القليلة القادمة قبل كاس العالم هيحصل فيها مفاجئات زي ما قلنا ممكن تلاقي تخل ميسيك إنجلترا زين الدين زيدان بيواصل مع فرنسا في كاس العالم احتمال كبير يحدث ذلك زي ما شفنا سانتوس مدرب البرتغال استمرار المدربين القدماء دولا كابتن هان إن هم عايشين على الحلم القديم والإنجازات القديمة لا لازم بفيد ضخ دماء جديدة أفكار جديدة لازم تكون قريب جدا من اللاعبين المفاجئة بالنسبة لي هي هانز فليك هانز فليك دايما قريب في الدوريات الدوري الألماني وكل الدوريات العالم لأي لعب ألماني تليه وراء موجود في المدرجات دايما بيعملوا كنكشن مع المدرب نفسه في الدوري الإنجليزي أو في أي دوريات أنا شفت كم ده بيعملوا دايما virtual meetings online بيخشوا دايما كل أسبوع مع بعض اللاعبين مخصصين ألمانيا مخصصة إن كل منظومة يعني مثلا منظومة الهجومية ليهم مدرب معين بيتابعهم أسبوعية نفس الكلام ده المفاجأة بالنسبة لي هانز فليك على العكس طبعا من ساوسجيت أو بالنسبة لي سانتوس أو بالنسبة لي حتى فرنسا أنا حاسسني فيه جاب ما بينه ما بين اللاعبين حاسسني هم بعاد أو مش قريب منهم ومتابعتهم في الفترات القادمة ده ظهر بالنتائج السلبية في دوري الأمم الأوروبية أعتقد أن أعتقد ممكن تكون خدعة ممكن تكون جرس إنزار لفرنسا وإنجلترا وألمانيا صحيح وحيقدم بلاء ممكن تكون الشكل مختلف طبعا في كاس العالم نشوف ترتيب المجموعة التانية عشان برضو نناقش بعض الفرق اللي فيها مع محمد الباز المجموعة التانية طبعا تصدر أسبانيا وصلها للمربع الزهبي البرتغال في طبعا المركز التاني سويسرا التشيك أكلمنا خلاص على البرتغال لكن كمان المنتخب الأسباني مع طبعا إنريكا كان مهم جدا بالنسبة له هذا الفوز شايف منتخب الأسباني هيروح فين في كاس العالم هيوصل لإيه في كاس العالم وطبعا كمان المنتخب السويسري مع طبعا مراد يكين بيقدم مباريات أكتر من رائعة أسبانيا مع لويس إنريكا عشان هوا من أفضل المدربين للمنتخبات في الوقت الحالي هو لويس إنريكي إنريكي بيعمل عظمة مشكلته الوحيدة بس في الهجوم إنه هو عايز إنه هو يدعم الصف الأمامي الهجومي دي مشكلتهم في الفينشينج ولكن على المنظومة الدفاعية ومنظومة نص الملعب مع إنريكي على أعلى مستوى أقوياء جدا بيعمل هيكل تنظيمي بيلعب اللعب التمركزي أو المركزي في الملعب الهيمنة والسيطرة اللي بيعملوها كابتن هاني تيكاتاكا أيضا بيشوفها مع إنريكي مع أسبانيا مشكلته الوحيدة زي ما قلنا في خط الهجوم أنت بتكلم عنده بس مراكا هو اللي يعني دايما مزبزب يعني بيشوفه في وقت يعني بيواصل وبيقدي أداة كويس وبيحرز أهداف في وقت تانية دايما عنده مشاكل يعني فياعتماده على مراكا فقط لا لازم إنريكي يدعم الخط الهجومي بشكل أفضل من كده وبذلك أعتقد هشوفه في الأدوار المتقدمة معدل الأعمار الصغير أو اللي بيلعب به لوس إنريكي هتوجه بعض المشاكل كاس العالم ولا خلاص دول عندك لعيبة آه سنهم صغير ولكن عندهم خبرات نيكو واليومس ده طبعا ده لعيب العمل الأسست طبعا لمراكا لمراكا في الهدف أمام المنتخب الابتغالي خلي بالك ده كمان لعيب غاني يمكن غانا تأخرت شوية في انضمامه لمنتخب غانا كان بيلعب في أتليتيكو بلباو وغانا تأخرت فيه ودلوقتي شفناه بيلعب مع المنتخب الأسباني ويبقى على فكرة يعني أصغر واحد في تاريخ هذه البطولة بيعمل أسست أو طبعا بيعمل صناعة هدف في هذه البطولة لعب لسه عنده 20 سنة عندك جابي عندك بد يعني مجموعة من اللعيبة متوسط عمرهم 20 سنة دي مش جديد على الأسباق على المنتخب الأسباني شفنا بدري عندهم أسماء كبيرة جدا الصغيرين في السن هم مميزين يعني وده بتعكس شفناه مع البارسة وده يعني عناصر مهمة جدا بيقول لعالم كله لا احنا نقدر نشتغل على حتة التكافؤ أو يكون موجود عنصر خبرة مع عنصر الشباب شفنا بدري أهم عنصر شفناه أحسن لها يعني أسبانيا بتقول أنه يعني يعني هبفارك كبير جدا بالعكس هتوصل لنقطة بعيدة بكسل طبعا هي كانت وصيف أمام فرنسا في النهاء الدور الأمم الأوروبية النسخة الماضية طيب نشوف المجموعة المجموعة التالتة اللي دور أمم أوروبا طبعا تفوق إيطاليا في اللحظات الأخيرة بالفوز على المجر 2-0 إدها أولوية والحصول على المركز الأول والتأهل للدور قبل النهائي المجر يعني نتائج أكثر من رائعة في المركز الثاني ألمانيا في المركز الثالث وإنجلترا بتتزيل المجموعة نروح للمجموعة الرابعة لأنه خلاص تكلمنا على كل الفرق ديت بشكل مفصل نشوف المجموعة الرابعة أولندا أولندا في المركز الأول أفضل طبعا فريق في هذه المجموعة أدايا ونتيجة بلجيكا في المركز الثاني بولندا في المركز الثالث وويلز في المركز الرابع شايف ترتيب ترتيب واقعي لهذه المجموعة بوجود حتى هولندا على حساب بلجيكا طبعا هولندا بالنسبة لي شايفها أفضل منتخب في دور المجموعات في دور الأمر ربقى لهذا العام يعني نتكلم في خمسة فوز يعني أكثر الفرق فوزا والمجموعة معها طبعا مجموعة مش سهلة يعني برضو وجود بلجيكا فريق عنيد دايما بلجيكا بنشوفه وشوف نامع في المربع الزابي في كاس العالم الأخير بلجيكا طبعا مصنف دايما دايما مصنف رقم واحد في الفيفا أو رقم اثنين دايما فريق قوي جدا ما برضو بلجيكا حينطبق عليه نفس اللي كنت بتكلم على المنتخب بطغال لا إنه عنده سكواد رائع جدا في كل الخطوط نجوم بلعبه في الطوب ليفل أمتى نشوف بلجيكا في نهاية كاس العالم أو تاخد كاس العالم هل ينطبق على هذا الجيل للمنتخب البلجيكي إنها فرصة للوصول لأبعد نقطة في كاس العالم كذلك المنتخب الهولندي دايما ده بتأكس زي زي الأندية تحس إن فيه فرق كده كابتناني عندها الخبرة في إحراز البطولات بغض النهاية ممكن يكون نتائج سيئة ظهور سيئة شرح هل يال مدريد في تشابينسيجي الأخير وفي الآخر هو فريق بطولات زي أسبانيا أسبانيا دايما تليها في النهاية ده وصيف يعني دايما بينات فيه شخصية البطل حتى على مستوى المنتخبات ده ينقص بلجيكا طبعا وينقص البرتغال على رغم وجود قائد كبير زي كريسيانو رونالدو ولكن هي أعتقد شخصية البطل وإن هو تحقيق البطولات مفيش لاعب واحد فقط زي ليفا على سبيل المثال أو شوفنا حتى مع هلن مع نرويك اللايب الواحد ده مش هينفق مش هيقدر أنه هو يقود المنظومة دي كبيرة تحقيق لقب لازم يكون الشخصية موجودة عند كل لاعب في الفريق والمدرب أنه هو يموتيفيتهم ويشجحهم ويساعدهم أنه هم نوصل لتحقيق الألقاب طبعا فريل الإعداد كمان محضر لنا بعض الأرقام الخاصة على مستوى على مستوى المنتخبات وعلى مستوى دي طبعا الأرقام الأكتر فوز بخمس بخمسة هولندا اليونان والجورجيا أقوى خط هجوم هو المنتخب التوركي جايب 18 هدف أقوى خط دفاع اليونان وأستونيا طبعا بتختلف بتختلف على مستوى المواجهات نفسها والليبل بتتكلم على مختلف تاني طبعا على المستوى الفردي طبعا على المستوى اللاعبين الهداف هالند بست أهداف أليكساندر ميتروفيتش من سربيا بست أهداف سماعة الأهداف دوشان ده من سربيا محاولات على المرمى أليكساندر ميتروفيتش سربيا 14 مراغوات على مستوى طبعا 62-35 لجورجيا تمريرات زي ما بقولك على مستوى على اختلاف المستويات والليبل بنلاقي أرقام كبيرة ولكن هنقف تاني على هالند هالند سواء أي أرقام بالنسبال على مستوى المينسيدي أو على مستوى المنتقر المرؤي بيقدم أداء أكتر من رائع وهداف بالفطرة زي ما بنقول صحيح يعني ستة هداف هو هداف البطولة رغم عدم وجوده في المنافسة القوية مع الفرق الكبيرة اللي هما التصنيف الأول زي ما بنقول في الأربع مجبوعات الأولى هما كانوا في التصنيف البعض كده زي تركيا أيضا رغم أن تركيا أكثر فريق إحراز الأهداف لكن هالند هالند هتلاقيه في كل مكان في أي بطولة هو الهداف هو يعني أنا أخاف دائما على هالند من الإصابات حتى في الدور الألماني دا معلم العين دور الألماني في الآخر المسلمين كان هو دائما في بداية الموسم هو رقم واحد بنفس ليفا بشكل كبير جدا يحصل إصابة توقعه أتمنى طبعا مع وجوده مع طبعا العقلية والمنتاليتي والقوة طبعا في الدوري الإنجليزي أعتقد إن شاء الله يعني يكمل ونشوف نشوف طبعا نشوف طبعا نشوف طبعا هنتكلم على طبعا عودة الدوريات على مستوى أوروبا بعد توقف الدولي خاصة على مستوى البريمير ليج نروح لفاصل سريع ونرجع مع حضراتكم نفكركم بالدوريات الأوروبية وخاصة عودة البريمير ليج بداية يمكن من السبت القادم رجعنا مع حضراتكم علشان نستعيد الزاكرة بعد التوقف الدولي بالنسبة للدوريات الأوروبية خاصة على مستوى البريمير ليج نتكلم على الدوري الإيطالي والدوري الألماني والأسباني خلينا نبدأ مع عادفنا محمد الباز بالدوري الإنجليزي طبعا عودة الدوري الإنجليزي مرة تانية عايز أسألك قبل ما نخش في تفاصيل السنتين اللي فاتوا كان المنافسة واضحة جدا منافسة صريحة ما بين السيتي وما بين ليبر بول من بعيد شوية بيخش تشيلسي بيخش يونيتد لكن هل المنافسة اختلفت خريطة المنافسة اختلفت في البريمير ليج طبعا بالتظاهر في حالة ليبر بول بتعاد تشيلسي بشكل كبير حتى المان يونيتد رغم التقدم في الأسابيع الأخيرة لكن لسه بعيد على المنافسة شايف شايف البريمير ليج ازاي السنة انا شفت البريمير ليج السنة انا شفت ان أرسنال وتوتنهام استغلوا الفرصة في العام الماضي في التحضير الجيد باستقطاب لعبين عرف هم عايزين ايه علشان يبدأوا موسم قوي جدا شفنا مع نهاية الموسم الماضى كابتن هاني ازاي الأرسنال وتوتنهام بيواصل الفوز فوز متكرر فوز مستمر استمرارية في تحقيق النتائج القوية والنتائج الإيجابية للأرسنال وتوتنهام في الأخص انا دايما بربط الموسم السابق بالموسم الحالي يعني دايما نشوف في آخر مباريات الجولات الأخيرة في الموسم الماضي هتلاقي الأرسنال وتوتنهام من أهم الفريتين اللي يحققه فوز أكبر رغم طبعا المنافسة قوية جدا ما بين المانسيتي وليفربول لكن أنا كان عين على توتنهام وأرسنال وده اللي شوفنا تعكس على الموسم الحالي في بدايته شوفنا الأرسنال في أول سبع جولات لما يكون ستة فوز وهزيمة واحدة بس أمام اليونايتد ولكن ستة فوز مع أرتيتا لأن أرتيتا عارف إزاي يستقطب لعبين تساعدوا في تنفيذ أفكاره في التاكتك بتاعه شوفنا جيسوس وقدومه للأرسنال ومساهماته هو أربع أهداف حتى الهان وعنده ثلاثة أسست الساكة شوية لسه كان هو هداف الفريق 11 هدف الموسم الماضي ولكن هذا الموسم هدف وحيد ولكن مساهم بخمس أهداف عنده أربع أهداف أسست عمل أربع أسست فريق قوي فريق أنا حاسس أنهم متكامل عازوا لحظتك كابتن هان أنهم أضعوا تقريبا عشرين فرصة محققة الأرسنال يعني عشرين فرصة محققة هو تالت أقوى خط في وجوم بعد من ست عشرين فرصة محققة في سبع جوالات في سبع جوالات يعني تقريبا تلت فرص محققة في المباراة بالرغم عن كده هو طبعا في المركز الأول خلينا نتكلم اللي برضو يهم من يمنقى مصريين ليفر بول ومحمد صلح شايف مشكلة إيه ليفر بول دايما بنتكلم هل ساد يوماني أصد للدراجات على ليفر بول هل خطأ من الإدارة من يورجن كلوب عدم استخدام لعيب وسط ملعب هل الشكل الدفاعي مش يعني أنت شايف وبتحلل لغاية دلوقتي الأداء السيء لليفر بول في البريميا نيج ازاي النص الملعب يعني أنا شايف موضوع ساد يوماني لا ده مش هو الهداء أو السبب الرئيسي الأساسي لأن فعلا وجود نونيز وجود جوتا وجود محمد صلاح لا مش هو ده السبب الرئيس السبب الأساسي في نص الملعب ويوربن كلوب ومن ده من أهم المميزات المدربين الألمان أنه هو بيطلع في تصرحات واضحة وصريحة ويعترف بأخطاءه خطأ الكبير لليفر بول عدم استكتاب لعب في نص الملعب مع الكنتارة شفنا غياب الكنتارة للإصابة في أكثر من مبورا أثر بشكل كبير جدا ده اللعب الوحيد التكتيكي كمحور أو كلعب بالتدرج بكرة أنه يربط الخطوط ببعضها كان عنصر هام جدا غيابه أثر بشكل كبير جدا ويوربن كلوب عنده خطأ كبير جدا في عدم استكتاب لعب نص ملعب بشكل كبير الخطأ الثاني طبعا هو الاعتماد على محمد صلاح بشكل بأنه يكون صانع كرياتور لا أنت محمد صلاح دايما معروف عليه أنه بفينيشر وأنه بيخش وبيحرز أهداف اعتماد يوربن كلوب وتعليماته بيحجم محمد صلاح شوية أنه يساهم في دور الأسست أكثر منه أو جوتا أكثر من يكون فينيشر ده السبب التاني من ناحية التكتيكية الفنية اللي أثرت على ليفربول بشكل كبير جدا ويوربن كلوب اعترف بدوت وأعتقد أن الجولات القادمة حيكون شكل تاني ليفربول أعتقد ذلك طيب لو تكلمنا على ليفربول هنتكلم كمان على الماني يونيتد بداية كان سيئة جدا معتني هاج في بداية البريمير ليج وبعدين في صحوة في الأداء وفي المباريات والفوس بالبمباريات ومقابلة كلنا مستنين الحد اللي جاي بتكلم مع ديربي مارشستر يونيتد طبعا ما بين اليونيتد ما بين الستي شايف كمان الماني يونيتد السنة دي زي في البريمير ليج هل سيعود المنافسة هل حيبقى في يعني الاربع الأوال الخمسة الأوال شايف ايه مع تين هاج خاصة مشكلته مع كريستانو رونالدو معنى صحيح صحيح هو أنا شايف مشكلته مع كريستانو رونالدو هتستمر يعني أنا شايف ان الكيميا مش هتكون افضل حاجة وده خسارة كبيرة جدا للفريق يعني أنا شايف انت من رأيك في الماركاتو السيفي يمشي كريستانو رونالدو هل صحيح يعني لان في فترات كتيرة جدا كان مع بداية خدوم تين هاج قالك أنا بعتمد عليه في مشروعنا وبعدين في المشاكل اللي عملها رونالدو فتين هاج قالك لا أنا مش عايزه وبالتالي خلاص ولكن شايفين ان لسه بيازال يعني بيعتمد بشكل أو بآخر على كريستانو رونالدو شايف كريستانو ازاي مستقبله مع المان يونايتد وتين هاج شايف ان كريستانو رونالدو مش هيستمر بالشكل دوت لفترات طويلة مع المان يونايتد لان كريستانو رونالدو لعب بيحب جدا يكون متواجد دايما النجوم الكبار بيحب ان هو يكون متواجد لفترات طويلة ودقائق اكتر في الملعب ويفضل دايما ان هو يبتدي المباريات وجوده على الدكة بشكل بيأثر علينا في سيب نشوف معالم واجه هو قاعد ده كابتن هاني خارج التركيز الفوكس مش مش على المباراة ولكن الفوكس في حاجة تانية خالص وده حيأثر بشكل كبير جدا على علاقة ما بينه وبينه التين هاج انا شاف ان وجود ايريكسون ده من اهم العناصر اللي تم استقطابها للمان يونايتد شفناه مع دينمارك في بطولة الامر بيعمل مباريات رائعة جدا لاعب دينمو يعني بيشاب 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 ايريكسون اضافة كبيرة جدا للمان يونايتد انا زعلان جدا ان هو يعني في نفس الوقت جمهور البارسا ممكن تدهي ديونج يعني كان دايما فيه كلام طبعا على قدوم ده ديونج لعب البارسا للمان يونايتد اعتقد ايضا ده تأخر من الادارة ومدرب المان يونايتد لو كان تم استكتابه كان حيبا دفع قوي جدا انا معاكن ايريكسون بيقدم مستويات اكتر من رائعة يعني بعد طبعا ناس كتيرة جدا وانا واحد منهم قلت خلاص ده بطل كورة بمعنى صحيح بعد طبعا الحادثة الشهيرة في الييرو 2020 ولكن عودته قوية جدا سواء حتى مع المان يونايتد او على مستوى المنتخد دنمارك يعني خلينا ناخد من دوت ويمكن يعني واحد من الادات دايما يعني بيحب جدا كريستيانو رونالدو عايز ايقض رأيك كريستيانو عنده مشوار حافل مشوار كبير جدا جدا واسطورة طويلة من اهداف وا 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 يعني وصل للتوب ليبل عايز اعرف رأيك في البيهيفير بتاعه وفي تصرفاته خلال مع بداية السيزن في المنهج اللي الناس بتتكلم عليه انه رونالدو مهما كان هو اناني لحد كبير بيبص لنفسه اكتر انه مع المن يونايتد بعد عودته وتقلقه لا طالما المن يونايتد مش هيلعب في دور الابطال لا انا مش متواجد تفسر ده ازاي شخصية رونالدو في اخر اربع خمس شهور والله كابتناني لو احنا هناخد الكلام ده انه هو فعلا كلام حقيقي مش كلام صحف فاذا انا نقدر نقول انه هو فيه بعض الانانية وبتعكس ده طبعا على الاتيتيود بتاعه والبيهيفير بتاعه انه حتى مع المنتخب انه هو يرمي اشارة الكابتن حتى مع المن يونايتد قاعد معالم وجهه دايما فيه اشتباك او او دايما فيه بيعمل جو قلق يعني في الفريق دايما هو عامل فيها قلق فبالتالي عدم سيطارة تنهج على قط أو على العناصر الكبيرة الاساطير لا بس هو يعني هو مسيطر بشكل كبير يعني في بعض المبراد في البريمير ليج نزل رونالدو كانت اشارة بالنسبة له ان انا انا الابر هند على الموضوع انا المتحكم ومسيطر بتبقى رسالة للنجم ورسالة كمان للفريق وده كان مهم جدا منه يعني صحيح انا شايف ان الكريستيان رونالدو تصرفاته مش ادرس نواي كنترول نفسه بشكل كبير جدا شفناه مع المنتخب البرتغال شفناه مع المان يوناتد في اخر الجولات السابقة في السبع جولات لو دينا كابتن هاني وجوده دايما على الدكة نزوله بعض الدقائق ما اثر عليه بشكل نفسيا وبيتعكس على قط اللبس وبيتعكس على زميله حتى لو ما بينزل ما بيبقاش في الفوكس الكبير جدا مش عايز اتهم رونالدو بان هو اناني ولكن فعلا في نفس الوقت بشوف تصرفاته والأتيتود بتاعه بقف شوية لا يعني المفروض انت كقائد كبير اسطورة تكون رمز وجودك على الدكة حتى لو مش هتلعب لا توري الناس ازاي نقدر نتعامل الاجيال القادمة ازاي تقدر وتايمان بابوسة محمد ليه اتنين نجوم كبار كانوا في نفس الموقف تقريبا لو بتكلم على ليباندويسكي مع البايرن ورونالدو مع المان يونايتد في البري سيزون شوف البهابيار بتاع ليباندويسكي والرغم انه كان عايز وقال ان انا عايز اروح برشلونة ولكن المعسكر بدأ كان اول واحد موجود في البري سيزون كل المعسكر كان موجود ملتزم والغاية مرحل ورحل بشكل اكتر من رائع على عكس كريستيان نورالدو تفرق شخصية اللعيب نفسه طيب عايز اخد قبل ما نروح للدولة الاسبانية اخد رأيك في ماتشين او يعني توقعاتك لمباراة الارسنال وتوتنهام هتكون مباراة كوية جدا ديربي لندن زي ما بيقولوا يعني شايفين الارسنال وتوتنهام على فكرة هو الرابع يعني تقريبا توتنهام 17 نقطة زي المان سيتي 17 نقطة ايضا في المركز يعني التالت مقرر في المركز تالت مقرر الرابع برايتون بالزبط كده فلا توتنهام بدأ بداية قوية جدا هذا العام في السبع جولات الاولى عنده يعني عنده تقريبا خمسة فوز وتعادل وخسارة وحيدة الارسنال ستة فوز وخسارة وحيدة لا الفرقين زي ما قلنا مستمرين من نهاية المسلم القادم فحيكون ديربي قوي جدا عندنا هنا هاريكين وعندنا جيسوس طبعا مع الارسنال فحيكون مساهمة الفرق ما بينه ما كابتنهاني هي في المراوغات والأسست والمساهمات انا تكلم على عناصر هتلعب دور كبير جدا في انهاء مثل هذا اللقاء ديربي حفوز انا شايف ان توتنهام توتنهام بيقدر يتعامل بشكل كبير جدا بخبرة كونتي شفنا المباراة امام المان يونايتد ارتيتا يعني بحسن ان هو بيتوتر بعض الوقت وضعت منه مباراة امام المان يونايتد بخبرة تينهاك وخبرة اللاعبين توتنهام بخبرة كونتي يعني تعتقد خبرة كونتي ستتفوق على خبرة على طموح ارتيتا طيب خلينا توقعاتك لديربي مانشستر يونايتد اه ما بين المان وما بين الستي المان سيتي المان سيتي طبعا بوجود هالند وبوجود دلوقتي التكايف ما بينه ما بين طبعا شوفنا دي بروين وسيلفا يعني لا خلاص هما دخلوا في الأجواء عارفوا ازاي لعبوا مع بعض عارفوا ازاي ان هو يساعدوا هالند في الرمي الكرة في المساحات فهموه خلاص الكونيكشن ده حصل كابتناني الهارموني حصلت بالتالي انا شايف ان المان سيتي هيبليه كافة الاخلف على المان يونايتد طيب على مستوى على مستوى الهدفين دايما احنا كنا يعني دايما محمد صلاح بيحط نفسه من دمن الهدفين في البريميال ليك سواء على مستوى الاسس على مستوى صناعة الاهداف بتتكلم مع هاري كين بتتكلم مع صن شايف ازاي الترتيبة دي والتوليفة دي في وجود هالند هل الارقام الكبيرة الحقاء خلال السبع جولات اللي فاتت مع المان سيتي صعبة الامور على محمد صلاح صعبة الامور على كين على صن دول اللي كانوا دايما بيطلعوا الهدفين في البريميال ليك طبعا بكل تأكيد صعبة الامور ليه لان دي بروين فايق جدا والهارموني ما بينه ما بين هالند هو اللي عمل التأثير القوي دوت لو احنا بصرنا بالارقام هو برضو دي بروين اكتر واحد عمل اسس في السبع جولات الاولانيين وهالند هدف الدوري الانجليزي حتى الان فبالتالي هما الاثنين الهارموني ما بينهم سواء على الصناعة او احراز الاهداف حيكون لهم الافضلية والاسباقية فيه طبعا يعني التربع على عرش هدف الدوري الانجليزي لهذا العام كلمنا على سون من اللعبة يمكن كان هدف الدوري الانجليزي مناصفة او مع محمد صلاح المسلم اللي فات وكان عنده كونتي كان بينزله على فترات ولكن في المباراة الاخيرة وعمل هاتريك اكتر من رائع في 13 دقيقة شايف سون ازاي مع كونتي علاقته بي ازاي هل هل الهاتريك اللي حققه في 13 دقيقة خلاص بقى بيحط نفسه في التشكيلة الاساسية من اول المباراة هو المفاجأ انه ما كانش موجود في الموافق او كانش بتواجد في التشكيلة يعني ده كانت مفاجأة كبيرة جدا لنا والمتابعين التوتن هام او الدوري الانجليزي ولكن ده الفرق ما بينه ومن حتى كريسيان ورنالد وقاعد على الدكة مركز ينزل في اي وقت يحرز اهداف هاتريك واعتقد ان سون دايما كابتناني بيجي من بعيد شفنا الموسم الماضي كان بعيد جدا على الهداف في هاتريك في التاني بدأ ان هو مركز اصبح بينافس محمد صلاح في اخر جولة كان ياخد الهداف وبعد الناس بيقولوا ان هو كان اولى بان ياخد الواحده لان محمد صلاح جاب اهداف كتير من ضربات جزاء هو ولا ضربة جزاء سن دايما لعيب بلغة الكرة كده مقار اللي هو بعارف امتى يجيب الهداف وعارف امتى ينافس على يعني لقب الهداف صحيح طيب نروح من الدوري الانجليزي نتكلم شوية على الدوري الاسباني قبل ما نبدأ في فقرة التاكتك الدوري الاسباني صحوة برشلونة والمشروع اللي بدأوا تشابي مع برشلونة وطبعا دي طبعا المباريات القادمة على مستوى الليجا بس عايز اخذ رأيك سريعا في الدوري الاسباني السنة دي خلاص بقى المنافسة تليتيكو مع عدم منافسة بلينس يعني خلاص الأمور بقت واضحة رغم ان احنا لسه في الاسبوع الثامن او الاسبوع السادس من الدوري الاسباني اه طبعا انا شايف ان برشلونة وريال مدريد هم المنافسة هتتحصر ما بينهم وحتى في الجولات القادمة برشلونة طبعا قد يعني يكسر الحاجز الجولات القادمة واعتقد ان انا هنشوف في منتصف الجدول او منتصف الدوري الاسباني قد نرى برشلونة في يعني صدارة الجدول او في يعني في رقم واحد مركز الاول في الجدول الدوري الاسباني هايز اخد رأيك فيه طبعا لو كلمنا على ريال مدريد فينيسيوس فينيسيوس بيظهر حتى على مستوى المنتخب البرازيدي بيظهر بشكل اكتر الرائع بنيسيوس بيقدم مستويات رائعة كمان فيه احصائية بتقول على مستوى العالم الاكثر مبيعا للتشيرتات لعبي كرة القدم في العالم هو كريم بن زمة ويلي بنيسيوس وبالتالي مرضود ايه مع ريال مدريد خلال الليجة الاسبانية بنيسيوس يعني هو تقريبا يعني اعتقد حصل على افضل لاعب في الجولات السابقة او في الدوري الاسباني او في ديسكا لعب شاب يعني فينيسيوس لعب مختلف يعني لعب زي ما كنا بنقول السنائية اللي بيقدمها مع كريم بن زمة خطورتها ده الفارق اللي احنا مش لايينه في البرشلونة لسه لسه ما حصلش سواء رافينا او حتى عصمان ديملي مع عليفة ده لو حصلت الكنيكشن والهارموني ما بينهم هنشوف برشلونة في احراز اهداف طبعا مع السندل خط اللي جوم برشلونة دلوقتي اقوى من خط هجوم ريال مدريد نص الملعب نص الملعب في برشلونة افضل من نص الملعب وده بيساهم في الناحية الهجومية بوجود عصمان ديملي كجناح يمين مع بيدري او جافي من نص الملعب عاملين دوتو بشكل رائع جدا كان عندهم بعض المشاكل ان شايف ان شايف بيبدأ ان هو يصلح ولكن نص الملعب عند ريال مدريد بعد طبعا يعني رحيل كاسميرو ولمان يونايتد ووجود طبعا دلوقتي اعتقد شاوميني شاوميني حيلعب دور دوتو تشاكل بي جدا ولكن اعتقد محتاج وقت محتاج وقت شوية عشان يخش في وسط المنظومة دائما ريال مدريد بيعتمد بالفكر الايطالي الدفاع التكتلات المساحات الكبيرة جدا والسرعة هم دول العنصر الاساسي التهديف عند ريال مدريد وعنصر الشخصية طبعا البطل برشلونا العناصر الشابة اعتقد لو حصل هارموني ما بينهم والتوظيف رافينا بشكل كويس شايف رافينا جناح ايمن افضل منه كراس حربة كجناح يمين هو عدلته بالنسبة لك حتى بيلعب على مستوى المنتخب منتخب البرازيل بعد اللي احيان او الرباعي بتاع برشلونا الانسب في الخط الهجوم هاي بقى ازاي المشكلة اللي بتواجه دلوقتي تشافي او يعني المعادلة الصعبة هو وجود رافينا مع عثمان ديمبلي في الجلاح اليمين للأسف هو دايما يودي رافينا ناحية الشمال والاعتماد على عثمان ديمبلي عثمان ديمبلي خلاص هو ملا مركزه هو المكان بتاعه دوت في الاسيست كان بالنسبة لك مفاجأة البداية القوية لعثمان ديمبلي لكل الناس كان بتقول انه هو كان عايز يمشي طب عنده مشاكل طب عنده اصابات وإذا فجأة بيظهر بشكل اكتر على مستوى الاسيست كمان يعني ما شفناش بدأنا فترة عثمان ديمبلي بيعمل اسيست بهذا الشكل ده نجاح للإدارة إدارة البرشلونا نجاح للشافي انه هو يعيد عثمان ديمبلي بسرعة في قراره انه هو يفضل في برشلونا والاعتماد عليه بشكل كبير جدا عثمان ديمبلي لانه في تكر الموسم اللي فات هو افضل صانع العائف اكتر من احرز اسيست على في الدورة الاسباني الموسم الماضي فبالتالي انه هو يكمل استمرارية وبداية قوية في الدورة الاسباني لهذا العام مالي مركزه هو عامل اسيست بشكل كبير جدا مع ليفا هو هنا المعادلة الصعبة او المعادلة الصعبة وجود رفينا توظيف رفينا في جناح شمال في موقات كتيرة جدا عملها تشافي ما بنشوف ما بنشوفش المردود القوي من رفينا مشوفناش حتى ما بيدخلوش كشادو سترايكر او مهاجم ثاني او اي حاج دايما بيعتمد عن جناح شمال بيضعف مش هتاخد منه يعني رفينا ده عايز تشوفه شوفه دايما في الجناح يمين جناح يمين شفناه قبل كده في الموسم السابقة لعب خارج جدا لعب اللي احنا قلنا الجناح اللي عنده الميزة الكرياتور وإنسايدر اللي هو بيخش ويختارك وبيصنع أهداف ده رفينا دايما تلاقيها منه كابتاني من ناحية اليمين كجناح يمين وشوفنا دوت طبعا على مستوى حتى مبارات المنتخب البرازيلي أمام المنتخب التونسي رفينا طبعا عمل احرز هدفين بشكل اكتر من رائع وزي ما بقول على مستوى اللي جاء اعتقد انحصرت من دلوقتي لسه احنا في الأسبوع السادس لكن ابتعاد كمان أتليتيكو مدريد على المنافسة مشاكل كثيرة جدا مع سيميوني مع فريق أتليتيكو مدريد بيضع برشلونة والريال في الصدارة وهو التنافس سيدوم حتى انها ما بين البرصة والريال نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل عندنا فقرة مميزة جدا محضة هنة محمد الباز تكتيكيا هنتكلم شوية تكتيك في المحترف أهلا بحضراتكم مرة تانية آخر فقراتنا النهاردة في المحترف فقرة تكتيكس النهاردة محمد الباز بيدينا رؤية مختلفة شوية كلنا في قرة القدم كمحللين بنتكلم ان اللعيب اللي معاه الكورة لازم يكون عنده فيجن معين لازم يكون كاشف الملعب بلغة الكورة بشكل كبير جدا جدا ودي سمة اللعيبة اللي بتعمل أسست لكن النهاردة كمان محمد واخد وجه النظر دي بشكل مختلف شوية مش لعب الكورة بس لو حامل الكورة لازم يكون عنده فيجن وكاشف الملعب بشكل أكبر لكن كمان اللعيب المتحرك بدون كورة لازم يكون عنده هذه الميزة انه بيختار التوقيت المناسب ويختار المساحة المناسبة لوجوده لطبعا إحراز الأهداف عندنا نمازج كتيرة جدا جايبهاننا النهاردة محمد الباز من بطول أو دور الأمم الأوروبية على مستوى ده في فقرتنا النهاردة محمد برحب بيك مرة تانية وانت محضر حاجة مختلفة زي ما قلت يمكن كل الناس بتتكلم ان الحامل الكورة لازم يكون عنده فيجن معين عنده رؤية معينة لكن كمان انت جاب لنا أمثلة من نجوم كبار من بطول الدوري الأمم الأوروبية بتقول كمان مهم جدا ان التحركات أو اللعيب المتحرك لازم يكون عنده التايمين وعنده الفيجن لاختيار المساحة اللي بتحرك فيها صحيح احنا بنقول دايما حامل الكورة زي ما حدثك وصفت بالزبط هو اللي بيجد دايما عنده الفيجن والسكانينج هو ماسك الكورة بيعمل سكانينج يشوف الملعب مين فاضي مين يقدر انه هو يبصله الكورة انه هو يخلق مساحة انه هو يرمي الكورة في المساحة وهكذا النهاردة بنقول لا احنا مش بس حامل الكورة لا اللاعب المتحرك بدون كورة عليه دور كبير جدا وشوفناه من نجوم كبيرة جدا انه هما بيعملوا السكانينج وهو موعوش الكورة بيتحرك من غير كورة بيعمل ايضا السكانينج بيبص في الملعب بيشوف المساحة الفاضية اللي يعرف يروح فيها انه هو يساعد زميله لحامل الكورة انه هو يرميله الكورة فيها رقم واحد رقم اتنين ازاي انه هو بيعمل الفنت وهو بتحركاته من غير كورة بيخدع به المنافس او المسكو او المدافع واللي قافل عليه زاويات التمرير انه هو بيفنت بتحركاته من غير كورة وهو شايف هو رايح فين بالسكانينج اللي بيعملوا بتحركه من غير كورة لخلق مساحة اكبر ده شوفناه في دور الامم الاوروبية كتاكتك جديد ببديه وسريع جدا عند لعيبة كبار جدا زي لوكا مودريتش شوفناه مع تيمو فيرنر في المانيا ايريكسون اسماء كبيرة جدا جايبين نهارده بعض النمازج اللي بتورينا ازاي وانت ما معاكش الكورة كلاعب في الملعب وانت بتتحرك ازاي انت تعمل الاسكانينج ده انا شوفنا مودريتش بالشكل الرائع اللي بيظهر به مع ريال مادريد انه هو اسيست بشكل كبير مش اسيست كمان بس ده بيعمل بيعمل التدرج التدرج بالكورة وبيعمل كمان الكونتر اتاك بشكل كويس ده هو الترانس بتاع انتقال الكورة بشكل كويس لكن انت جبت لنا حاجة ويمكن قلمتك قبل لها وقلت لي مودريتش بيقوم بحاجة كمان مميزة جدا يمكن ما بيتبانش في الريال مادريد انه هو اسكانينج من غير كورة صحيح اشرح لنا ده من خلال دي كانت مباراة كرواتيا مع ده 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 المباراة الاخيرة اللي كانت كرواتيا والنمسا والنمسا بالزبط كانت ثلاثة واحد وكان طبعا فوز كرواتيا على النمسا في اخر جولة في الجولة السادسة في دوري المجموعات ده نيكولا نيكولا فيتلش ماشي بالكورة من نص المعلى بعينينا هنا كابتن هنا على لوكا مودريتش لوكا مودريتش كابتن الفريق هنا بنبدأ نبص لوكا مودريتش بتحرك ازاي وعينه نيكولا طبعا هنا الفكرة اللي عملها لوكا مودريتش انه هو عمل فنت يعني كان الاول المدافع قافل عليه في الزاوية في صورة السابقة في الصورة ده عمل الفنت وعمل سكانينج ثلاث مرات مرة انه هو بيبص زميل ونيكولا هنا ماشي بحامل الكورة السكانينج التاني انه هو بيشوف المدافع هيروح فين والصورة اللي بعدها هتوارينه هو بيحرك زهنه هو خد المساحة وطبعا تحول انه هو بيستقبل برجله اليمين اللي هو اللي اقرب للكورة عشان يعرف انه هو يلف جسمه ويخلق هنا ده المساح بتكلم عليها ده كله كده في فمتو ساكنز احنا اللي شوفنا الفيديو نفسه هنشوف يعني برضو عشان ما عندناش الفيديو فبنشرح اكتر لأستاذ المشاهدين هي الصورة العلينية خلاص كان عينه على حامل الكورة وبدأ يعمل سكانينج اقرب من المدافع وعمل فنت عشان يقلق المساحة حتى لو المساحة دي صغيرة يبدأ يستلم فيها الكورة برجله يمين وهو شايف المساحة اللي هيروح فيها مظبوط وده اللي احنا شفنا هنا خلق المساحة العيد ده لو احنا شفنا الصورة السابقة كان هو قافل عليه في الفنت اللي عمل وكابتن هاني مع السكانينج هنا وانسكانينج شوف المساحة خلق لنفس المساحة استلم الكورة برجله اليمين اللي هي الأقرب لكورة عشان يقدر يلف لو احنا شفنا الصورة اللي بعدها بدأ ان هو يلف بجسمه دي الصورة الاولادية خالص خلاص هو بيبص الحامل المدفع في ظهر واكيد صحيح الاسكانينج اللي عمله لوكا مودريش ان هو شاف حارس المرمى يعني احنا نكمل السورة اللي جاية نشوف مواجهته للحارس المرمى شاف حارس المرمى يعني خارج من المرمى وده عينه على حارس المرمى وعينه على الزملاء واللي هو فاضيين يعني كان ممكن يبص الكورة هنا ولكن خد القرار كابتناني ان هو يسدد على التعارف كمان الجميلة محمد في الموضوع انه بتتكلم على لعب عنده يمكن داخل سبعة وثلاثين سنة المفروض انه بيلعب حتى في نص الملعب بعض اللعيبة في السن سبعة وثلاثين سنة بتكتفي بالخبرات انه ياخد ويسلم الكورة لكن انت بتتكلم على واحد من نص الملعب بيعمل تقريبا 20-25 متر بشكل معين بسرعة معينة عشان يهرب من المدافع وكمان بيقوم بدور مهم جدا انه بيستلم الكورة في مساحات وبيعمل اسست كويس فبتتكلم على ظاهرة خلينا نتكلم ان المودريتش هو ظاهرة ويمكن من افضل لعب خط الوسط على مدار التاريخ في العالم لعب متكامل فعلا يعني بيقوم بدور التدرج بالكورة التحولات العكسية السريعة من حالة الدفاع لحالة الهجومية شفنا الهدف الشهير امام باريس سين جرمان وهنا هو خد الأربعة وقطع الكورة وكمل بيهم وكمل مع كريم بن زيمة وعمل خلال نفسه المساحة واخرز الهدف الهدف ده كان مثال رائع جدا بيوريك ازاي لوكا مودريتش من غير كورة بتحرك انه بيساعد زماله في خلق المساحات وياخذ القرار يعني السكانينج ده مهم جدا انت وانت بتتحرك وانت من غير كورة وفي حاسة كورة السكانينج وحالة بدنية كمان ما ننساش كل دوت بيحتاج حالة بدنية وحالة زهنية عالية جدا جبت لنا مثال تاني من مباراة انجلترا وألمانيا على نفس اللعيب اللي بيعمل السكانينج عشان يتحرك في شكل في مساحة معينة في توقيت معين عشان يخلق لنفسه فرص للتهديف ده تيمو فيرنر يعني احنا بنشوف عيني هنا احنا لو نحرك بس الصور ونجيب الهجمة من أولها يعني البداية الهجمة من هنا كابتن هاني هنا الاستلم الكورة هنا في نص الملعب كان كاي هاورتز كاي هاورتز هو الاستلم الكورة هنا وبنحرك بعد كده نشوف الجاري وتقريبا كل منتخب الألماني في نص ملعب كانت هجمة مرتدة منتخب انجلترا كله كان في هجمة مرتدة قاطعة القرار في نص الملعب استلمه كاي هاورتز هو اللي استلم الكورة طبعا هو المهاجب استلم الكورة تهمي هنا عن هنا على تيمو فيرنر تيمو فيرنر على طول بياخد المساحة وبيجري هنشوف بقى الصور التفوق العددي بدأ يخلق التفوق العددي لا نحن لسه فيه طبعا صورة قبل كده يعني احنا دلوقتي تيمو هنا كاي هافرتز هيباص الكرة ليه تيمو فيرنر تيمو فيرنر يبدأ ياخد المساح ويقف على الكرة ويعمل بقى السكانينج ويعني احنا نشوف احنا متخيلين ان كاي هافرتز هو اللي في نص الملعب هو اللي بدأ الهجمة هنا وقف على الكرة تيمو في بعد ما وصلت للكرة ودي نورة برضو عايزة اكلمك مهم جدا ان الكاونتر اتاك مش لازم يبقى كل السرعات بسرعات سريعة جدا في وفي وقت انك تقرب الكرة بسرعة وبعدين تلعب الكرة بسرعة لكن في وقت كمان انك لازم تعمل على الكرة وتتقل على الكرة بمعنى بمعنى كرة القدم تتقل على الكرة وتقب بها عشان تشوف اللي جاي من وراء وتبدأ تعمل الكاونتر اتاك بشكل بشكل مميز ده هنا طبعا هنا تيمو فيرنر ويف على الكرة عينية احنا مقربين بس الزاوية عشان نوري للسادة المشاهدين ازاي بيعمل السكانينج هو دلوقتي في حياسة الكورة الاسكانينج اللي عمله التاني كان كاي هاورتز وحنشوف في الهجم اللي بعد كده ازاي ان هو خلق لنفس المساحة بص في اكتر من مكان ووقف في المكان الصحيح في التمركز هنا كابتن هاني يعني تيمو فيرنر هنا مشك الكورة ده لسه كاي هاورتز كاي هاورتز راجع من ورا هنا طبعا في لعبين طبعا جنابري بيرفعوا ايديهم وبص المساحة كان ممكن يرميها من خلف المدافعين من هنا ولكن حنشوف السكانينج اللي عمله الراجل ده هو بتحرك من غير كورة اللي هو كاي هاورتز وازاي وصلت هنا برضو بيعمل سكانينج ده بص لتيمو فيرنر بص على المساحة وهنا بيقوله اديني هنا هو الفكرة عنده عنده كذا اوبشن يعني عنده كذا اوبشن ممكن يرمي الكورة بشكل او باخر لكن انت بتتكلم على كاي هاورتز كاي هاورتز اللي عمل او بعد عن الزحمة دي كلها وراح في حتة فضيل صحيح ده هنشوفه في الحالة الصورة اللي بعدها هنشوف هنا كابتناني ده متخيل انه كان فين وصل ليه على على خط على الدائع على خط التمنتاشا من برا ويفع الكورة تيمو فيرنر بكل ارتياحية بصاله الكورة وطبعا بدأ انه هو هنا جون عالمي طم التصويت عليه من افضل اهداف دوري المجموعات في الدوري الامم الاوروبية الاخيرة الجولة الاخيرة ايضا دور الجولة السادسة نشوف الهدف ازاي استلم الكورة طيب احنا نقف هنا ده برضو عملية كان ممكن يبصيها هنا كان ممكن يبصيها هنا قرار ده قرار انت بتقف عند نقطة معينة هو الراجل عمل يعني هو لو جبنا من الاول هو اصلا اللي بنى الهجمة من الاول صحيح وبعد طلع الكورة ناحية الشمال وبعدين خد مساحة كويسة وصل لمرحلة القرار يعني لعيب الكورة ممكن جدا لعيب كورة ممكن يخش شوية ويلعب الكورة او يعمل باز لكن هو القرار يعني المناسب والثقة في النفس ده كمان مهمة جدا وقدرته على التزديد كمان يعني في بعض اللعيبة بتخاف تشوط من بره التمنتاشر في فرص كتيرة جدا بيكون عندك مساحة وعندك الوقت ولكن ما عندكش الجراءة ما عندكش الرغبة ولكن هنا طبعا زي ما انت بتقول من افضل وراحت الكورة في يعني لو في صورة تجيب لينا للجوم كمان يعني الهدف الممكن الصورة بعد ده بتقولنا الكورة كانت فين يعني فكل التحرقات الاماما دي خدمت مع طبعا هو تقدمه بشكل كويس خدمته ان المساحة دي وهو استلم بشكل اكثر من راعي وبدأ يسدد نشوف بقى يعني السورة التزديدة كمانا طبعا هنا راحت فين راحت فين يعني في الثماني يوم في زي ما بيقولوا في المصة يعني باللغة الكورة بعيدة صعبة جدا والقرار زي ما حضرتك قلت كابتناني ان هو يسدد من خارج من خارج التمنتاشر قورة قوية جدا هدف عالمي من افضل الاهداف اللي شفناها في دور المجموعات في دور الامر بالهزا العام صحيح في حالة تانية طبعا ليركسون ايركسون تحرقاته ايركسون لسا بنيكلم انا وانت في الحلقة اللي هو بعد يعني خرب اعتزاله لكن بيقدم مستويات اكتر من رائعة ده كانت مباراة الدينمارك وفرنسا دينمارك وفرنسا طبعا فازت الدينمارك على فرنسا وكان هزيمة طبعا يعني نين صفر نين صفر وهزيمة سقيلة على الفريق الفرنسي بطل العالم نفس الكلام هنا ايركسون بينزل ويستابع يعني احنا عندنا اكتر من حالة كان في حالة بلا بدء يعني خلينا نشوف ديت يعني هو من الناحة اليمين صحيح بدأ ان هو يخلق العمل تمن تمن تمريرات مفتاحية في هذا اللقاء امام فرنسا تم تحرك في كل مكان في الملعبة كابتن هاني ايركسون فعلا اصبح برئة جديدة زي ما بيقولوا بعد الحالة اللي كان فيها بنشوف انا بعض الامثلة من تمريرات مفتاحية بينزل يستلم الكورة بيعدل بلف وش وبيعمل سكانينج بيباص الكورة في المكان الصحيح ده مثال فيه مثال تاني بدأ الهجمة زي لوكا مودريتش بتزبط بدأ من ورا من نص الملعب وبدأ ان هو يشوف الملعب بزاوية اكبر ويتحرك حتى بعد ما بص الكورة بيتحرك من غير كورة ويبدأ ان هو يباصي يعني يعمل أسست او تمريرات مفتاحية انت واحنا بنتكلم وانا بتكلم هي ده بداية بداية طبعا من وسط الملعب وتأثير دوت يعني زي ما بنقول هو محتاج حالة بدنية بشكل مزميز جدا عشان يقدر يوم بالمهام دي دي جزئية البدنية جزئية التانية الحالة الزهنية للعب امتى تحرك في المساحة وامتى اقفل على زميلي وامتى اخذ المدافع واروح عشان افضي مساحة لزميلي يخش فيها مظبوط وده اللي بيعمله ايركسون وده الدور اللي احنا بدأنا نشوفه حتى مع منشستر يونايتد حيكون ليه دور كبير جدا المبارات القادمة مع منتخب الدنمارك حتى حيكون ليه دور اكبر الفترة القادمة لاعب بقى محواري لاعب تكتيكي بيلعب بينزل ويبدأ الهجمة ويتدرج بالكورة ويبدأ نعمل سكانينج ويعمل أسست ويعمل كومنتمارات مفتاحية كثيرة جدا يعني انا ما كنتش عارف دوره ايه في الملعب في ماتش فرق في امام فرنسا لانه فعلا مستابت في دور معين بتحرك في كل مكان وطبعا في بعض اللعيبة بالمداربين على حسب رؤيته بيقولك انت تاخد حرية الملعب ولكن بعض اللعبين يعني بيفتكروا دوت حرية الملعب ان انا اجر في اي حتة ولكن هو على مستوى الليفل ده بنتكلم اللعيبة عارفة بالضبط لما المدير الفني بيديهم فري بلاي يعني تلعب في الوقت اللي انت عايزه بالطريقة اللي انت عايزها على حسب احتياجات الفريق وعلى حسب امكانيات اللعيبة الموجودة معاك بشكلها وباخر فكل دوت من خلال انت كمان بتكلم على منتخب بقدر منتخب فرنسا تكلم يعني هيكون لعيبة كمان مميزة اذا كان سواء في خط النص أو خط الدفاع فانك تعمل دوت خلينا نتكلم كفريق للدينمارك بيقدم مستوىات رائعة ونتائج كبيرة جدا كما قلنا الدينمارك والمجر يعني خسارة كبيرة جدا كنا نتمنى نشوفهم في المربع الزهبي كان عنصر او منتخبات عنيدة جدا وقفت منتخبات كبيرة جدا يعني مجر ما بنقول فازت على المانيا وتعادلت مع المانيا في المباراتين يعني هنا الدينمارك يفوز على فرنسا بطل العالم 2-0 وبيقدم مردود رائع جدا تكتيكيا هيكل تنظيمي رائع جدا بيقولوا ايركسون زي ما هونا الامثلة النهاردة الرسالة اللي عايزين نوصلها التحرك من غور كورة مش بس تتحرك من غور كورة لا دا انت تعمل سكاننج عشان تروح في المكان الصح تعمل سكاننج ان تساعدك بالفنت اللي بتعمله ازاي تخدع دا اللي بيعمله بامتياز هولند وده اللي مع دي بروين ومع دلوقتي يعني السيلفا وانهما بدأوا يرمولوا الكورة في المساحات حتى طبعا فودن العناصر كلها بدأت تخدم عليك محمد طبعا بيتوقف على امكانية اللعيب نفسه بتوقف كمان على اللعيبة اللي بتشتغل معها في الفريق تتكلم على انسجام كبير جدا بالرغم ان احنا بنتكلم دايما المنتخبات باللغة يعني باللغة المصريين كده ما فيش وقت كتير عشان يعملوا انسجام ما فيش وقت كتير عشان دا يفهم دا ودا يفهم دا لكن في المنتخبات دايما زكاء اللعيب وليقط اللعيب البدنية والزهنية بتساعدوا ليخرج امكانياته وتوافر اللعيبة اللي حواليه بامكانيات كبيرة بتديله كمان فيجن معين وبالتالي بتحس ان فريق متكامل يعني فريق على المستوى البدني على المستوى التكتيكي زي فرقة الدنمارك بنتكلم بنتكلم على فريق الماجر بنتكلم على فريق سويسرا انا دايما بجيب امثلة مش المنتخبات الليبل وان لكن المنتخبات دي بيزقدي بشكل اكتر من رائع عايزك في الدقتين اللي نقصين دي كمان على اللايسنز اللي انت خدتها اللايسنز انت خدت على مستوى الانالايزد خدت في الطوب ليبل من الاتحاد الالماني اللايسنز واشرح للناس دلوقتي قد ايه وصلنا للتكنولوجي اللي بتخدم كرة القدم على طريق الانالايزد وهيكون منك ازاي نختار لعيب يتماشى مع ثقافة وشخصية النادي يعني دي في دقيقتين اشرحها للسادة المشاهدين صحيحنا وصلنا في التحليل ان احنا بنقدر ازاي نطلع بيرسنتي وارقام معينة تورينا الكيمستي ما بين اللاعبين نفسهم في ارضية الميدان نستر عشان الناس بس تفهمنا عملية التجانس التجانس زي الدويتو يعني كان على مستوى المنتخب فيه تريكا وصلاحة يعني فيه كده اتنين تلاتة لعيبة بيكون فاهمين بعض جوه الملعب صحيح فبدأ دلوقتي نشوف دلوقتي لو نتكلم على منظومة نص الملعب نتكلم مثلا العيبة كام ستة وتمانية والقلب الدفاق ازاي هما بيلعبوا مع بعض ازاي دايما ما بينهم الكيميا دية بنقسها بالارقام بنشوف عدد البساط اللي هو بيفتح زواية تمريرات التمرير اللي هو ياخد المساحة المكان صحيح الطايمينج الباص الهارمون اللي بيحصل ما بينهم ده بنطلع منه ارقام بعدد البساط وعدد تحركات اللاعب وان هو كمان بيعدل جسمه باتجاه الخط النص التاني المنافس ان هو يبقى فيه الباصة ايجابية اكتر مش باصة بس في نص الملعب بنطلع ده بأرقام عشان نشوف الكيميا اللي بتحصل ما بين التلاتة اربع لعبين دول يعني انت بتتكلم على الجزء من الفريق يعني نتكلم على وسط الملعب بتلعب مثلا بتلاتة في نص الملعب بتبدأ تحلل كل لعيب والتلاتة دول بيشتغلوا مع بعض ازاي وتجيب افضل طريقة للتجانس ما بين التلاتة لعيبة دول يعني ازاي يكونوا فاهمين بعض والشغل بيكون يعني اوتوماتيك اكتر منه ويكون يعني زي ما بنقول كده اللعيب يبدأ يفكر طبعا حرك فين او او خلينا محمد ان شاء الله الاول بشكرك شكرا جزيلا ودايما بتنورنا هنا في المحترف وان شاء الله في لقاءات اكيد قريبة ان شاء الله شكرا كبتا كمان هنفتح الملف ده من خلال طبعا محمد الباز عشان كمان نعرف الناس بره بتشتغل ازاي ازاي بتختار اللعيب ولو ما اخترتش لعيب من بره ازاي تكون الهيرموني اللي حضراتكم بتشوفوا كل الدوريات على مستوى الدوري الإنجليزي الأسباني الإيطالي وا 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 ازاي الفريق كله بتحرك واحدة وا 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 وازاي يكون فيه تناغم في الأداء وا 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 كل ده من خلال اه رؤية مدير فني لكن كمان من خلال أرقام من خلال أرقام وان خلال تحليلات كبيرة جدا مين يلعب جنب مين في الوقت دوت مين يلعب جنب مين في المباراة دوت كل دوت ان شاء الله ملف هنا كمان هنفتحه في المحترف دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة ان شاء الله الاسبوع القادم يوم الاثنين يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف شكرا